بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواعع 2 الدرس الخامس Introduction to Compressible Flow Part 1 قد وصلنا في المرة الماضية إلى speed of sound فهنا لدراسة هذا الأمر لدراسة سرعة الصوت نفترض أنه في تغير بسيط في الpressure ناتج عن طريق موجة الموجة هذه بالطبع تنتشر في المكان المكان هذا هو Small Piston Displacement موجود فيه موجود في IDL Gas فهنا البستن هذه توجد لي موجة من تغير الضغط فإذن الموجة هذه رح تتحيرك بسرعة Moving Wave Front أو ما يعبر عنه بالسي اللي يمر عليه الموجة يتغير زي الأنثال بي هنا H plus DH Pressure plus DP Andro plus Dero ولكن بالنسبة للمائع لسه ما وصلت الموجة الـ HP Andro ما يتغيره فيعتبر هنا Stationary Velvet لو نزلنا في نفس المقاس هنا حقية الـ X نلاحظ هنا أنه سرعة DV ولكن هنا ما في سرعة للمائع للمائع بما أنه لسه ثابت أيضا بالنسبة للضغط P plus DP وهنا P يعني لسه ما تغيره لدرست هذا الأمر كان من السهل أنه نشتغل على أيش على control volume على control volume moving with the wave front يعني أيش نستغل على control volume أو حجم صغير ليتحرك مع أيش يتحرك مع الموجة فهنا لو نفترض أنه في هنا شخص موجود على control volume هذا الشخص هذا بالنسبة له الموجة هذه ما تتحرك ولكن بالنسبة له إيش يتحرك يتحرك هو الهواء راح يجيه بسرعة C ثم يغادره بسرعة إيش C minus DV اللي هو تغير الهواء فهنا زي ما قلنا على اليسار عن H plus DH P plus DP RU plus D RU ولكن على اليمين H P RU ليعني ثابتين لسه ما تغيره راح ندرس الأمر هذا أيضا عن طريق المعادلات وخاصة معادلة conservation of energy and conservation of mass في هذه المحاضرة ثم نكمل معادلة أخرى إن شاء الله في الحصة القادمة فهنا conservation of energy قبل الموجة H plus C تربية على 2 تسوي الإنرجي بعد الموجة H plus DH plus C minus DV تربية على 2 لو هنا حلنا التربيع راح نتحصل على المعادلة هذه ثم نسوي neglect أو نهم الديفي تربيع راح نتحصل على المعادلة هذه DH minus CDV is equal 0 المعادلة الثانية اللي هي معادلة conservation of mass or continuity equation فعندي المس فلوريت اللي معروف M dot يسوي density في الأريا في السرعة أيضا conservation of mass قبل الموجة وبعد الموجة فتحنا القوس هنا وسوينا multiplication راح نتحصل على المعادلة هذه نفس الشي هنا cancel terms and neglect the higher order terms like 0 DV راح نتحصل على إيش نتحصل على المعادلة الأخيرة CDR minus Rho DV is equal 0 هنا نكون خلصت المحاضرة هذه ونشاء الله الحسة القادمة نكمل المعادلات عشان نحصل معادلة السرعة الصوت ببرامتر معروفين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة